شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحية لقيادات هيئة التدريب بمناسبة تدشين المرحلة الثالية من العام التدريبي الجاري 2024 وتنفيذا لتعليمات رئاسة هيئة الأركان برفع الجاهزية وتشكيل القوة تشكيلا قتاليا ونقل رئيس هيئة الأركان العامة في كلمته خلال تنفيذ المشروع إلى ضباط هيئة التدريب ودوائر التابعة لها وأركانات الشعب تحايا وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخمة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وكافة أعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع وشدد الفريق بن عزيز على رفع القدرات القتالية لجميع منتسبي القوات المسلحة والاستعداد القتالي واليقظة الأمنية العالية في كل الأوقات مشيدا بمستوى الجاهزية وحسن الإعداد والتنظيم لتنفيذ مشروع الرماية وعبر رئيس الأركان عن فخره واعتزازه لما شاهده من مهارات وقدرات عالية أظهرها ضباط هيئة التدريب والدوائر التابعة لها وأركانات الشعب خلال تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحية وأشار الفريق بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها مؤكدا بأن هذه الميليشيات لن يردعها إلى القوة وهو ما يتحتم على جميع منتسبي الجيش بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتخليص الشعب اليمني من هذه الميليشيات الإرهابية ومن شرورها اشتركوا في القناة